بكم من جديد بالأمس تحدثنا عن التدريب المهني واختيار التخصص الجامعي وبعد التخرج نكتشف أن التخصص الذي أردناه ليس هو طموحنا في العمل أو حتى في حياتنا العملية من خلال التجربة لهذا التخصص أو حتى النزول إلى الميدان ولأننا لا نجد الفرص المناسبة بالعمل يضطر الشخص أحياناً لبدء مشروعه الخاص وهنا من يجي نسأل كيف يمكن استغلال صفحات التواصل الاجتماعي في دعم تلك المشاريع بهاي الفقرة إذن منتعرف على المهندسة إيناس ساكروري هي مهندسة مايكرو ترونيكس استغلت صفحة الإنستغرام لدعم مشاريع خاصة بعد أن لم يوافقهم الحظ في العمل أهلا وسهرة فيك إيناس مبسوتين بوجودك معنا أهلا أهلا فيك وصباحكم يا رب وصباح لكل اللي بشاهدون هنا خلينا تعرف عليك بداية هلا صراحة بحيب أعرف حالي بداية أني أنا أم لطفلين قبل ما أكون مهندسة كلوا الاحترام كيف سلم يا رب، ما منعوني طبعاً من أن أعمل أي شيء أنا بدي إياه، شتغلت، أخرت الدورات، وعمالي هلأ بشتغل على الإنستغرام زي ما حدر ذك تفضلتي الإنستغرام هذا بلشت معي الفكرة زي ما قلتي أنه في ناس كثير شتغل، اتدرسوا وتعبوا على حالهم خمسة سنين واربع سنين نزلوا على سوق العمل، ممكن يكون هاي الوظيفة ما نسبتهم أو ممكن هن لقين حالهم بإشي تاني فصراحة حبيت أني أترق لهذه الناس كون أننا بنحكى عنهم في جزئية معينة مثلاً أنتم عم تحكوا عنهم بس أننا بشكل جزء من كل أنا حبيت الاشي اللي أنا أحكي فيه كون أو الموضوع اللي أنا بحكي فيه كله بشملهم يعني بحبيت من هاي الصفحة من الإنستغرام اللي أبلش فيها أنها تكون مدخل لهذه الناس وتسلطوا الضوء عليهم جميل جداً يعني هي الإنستغرام بتقوم أنت بدعم المشاريع الخاصة خلينا نحكي نتحدث يعني عن كيفية هذا الموضوع والفكرة وحداتها بتفاصيلها تمام هلأ الفكرة بلشت معي أنه أنا مهندسة وصحباتي كثير المهندسات وبعرف كثير قارون وطبق إلى آخره في مرحلة أو في أخرى على الفيسبوك على الإنستغرام بلاقي أنه صاحبتي تركت شغلها وعملها لتجأت لطبخ لتصوير لميك أب لشعر بالضبط فأنا حبيت أصلتوا الضوء عليهم بعرض مختلف هلأ العرض المختلف اللي أنا متبعت له قصة كيف بلشت هاي الفكرة وكيف تجرأت تخرج من نطاق أنها هي مهندسة لنطاق أنها هي عم تطبخ أو من نطاق أنها هي محامية لها هي بتعمل تجميل وإلى آخره فالمميز في الإشي اللي أنا بعملها على الإنستغرام أنه عمالي بحكي قصة مش بس عمالي بعرض الصفحة الشخصية أو شغلهم يعني أنا فعلياً أحكي القصة كيف بلشت أشي التحديات اللي واجهتها منه دعم للشخص نفسه اللي عم بحكي عنه ومنه تحفيز للناس التانين اللي بقدروا يقولوا مش لائين شغل مش لائين وظيفة فأنا حبيت يعني زي ما بقوله أدرب عصفورين بحجر أن أحفز الشخص نفسه كون أنه الواحد بحب الناس تحكي عنه عن إنتاجه عن شغله وبنفس الوقت أي حدا بيقرأ للموضوع بيلاقي قصته بنوعاً ما يعني كثير فيه مهندسين قاعدين بقولوا ما فيه شغل مع أنه ممكن أن يلاقوا شغل خاصة الهندسة كثير يعني طوله بتخرج من الهندسة وللأسف ومش عم بلاقوا فرص عمل بالزبط هلا أنا برضه بشجع لناها الأكاديمية مش إني ما بشجع بالعكس لازم الواحد يدرس ويتعب ويمكن يلاقي فرص يعني أنا مثلا زوجي من الناس اللي بحب الهندسة هو هندسة الكمبيوتر بحب شغله ويعني مستمتع فيه في ناس كثير هيك بس بالمقابل فيه ناس عكس يعني مش مستمتعين بشغلهم دائما متذمرين وناس مش لاقيين وظيفة فلا يبحثوا عن هوايتهم موهبتهم يحاولوا يطوروا عليها وانا ان شاء الله يعني قد ما بقدر بسلط الضوء على هدول الناس فإذا هدول الناس اللي بتدعميهم بيستفيدوا بعد ما بتعمل البوستات انتي عنهم صحيح؟ هلا هنا قدردي بيكون عندهم صفحتهم بس أنا باعدها بطريقة ثانية الي هي اواليش عندي يعني متابعين غير متابعين هم فهيك هلا هنا بالنهاية بالنهاية بالظبط فكرتهم بتنتشر اكتر تاني ان المبدأ الى المبدأ اللي انا باعداد فيه على الانسترغام هو بيعتمد على الصور وعلى الحكي يعني فيه الواحد يقرأ الصورة يقرأ الكتاب او قصة الشخص وفيه يطلع على الصور ومن الصور باستمبت ايش هذا المشروع وبنهاية آخر ثلاث صور أو آخر صورتين بضيف المواقع على جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان الناس يقدروا يوصلوا لها بسهولة أكيد خصوصاً هلأ إحنا في بين إيدينا هي هذه المنصات مواقع التواصل الاجتماعي كان سهلت على كثير من الناس أنهم يقدروا يوصلوا فكرتهم أو يروجوا لمنتجاتهم ويسوقوا لأفكارهم فهذا جزء مهم وأيضاً ممكن يكون صعب كيف الواحد يقدر يقوم بهذا الأشي أساساً وكيف ممكن الواحد يستغل ومن خلال هذه التجربة وعرض القصص أنت تفيدي كمان الناس اللي ممكن بخافوا من هذه النقطة يعني ناس حدا درس إشي بس خايف أنه يترك يعني الأربع سنين ويصير يفكر فيهم ويترك ويروح لأشي تاني فهون يعني حابين أنه نعرف منك يعني كيف الواحد بقدر يستثمر هذه المواقع في إشي بيحبه وما يندم عليه بالنهاية يعني ما يحس إنه فشل كمان بالضبط هلأ هذا باعتمد على الموهبة وعالإرادة يعني فيه كتير ناس موهوبين بس للأسف ما بقدر يستغل زي ما قلت السوشال ميدا اللي احنا فيها الانترنت اليوتيوب بيعلم كتير يعني أنا دائما بركز حتى على نقطة مهمة خلال ما أنا بحكي للقصة إنه اشتغلت على حالها أو اشتغل على حاله لما توفر عند الشخص عنصرين مهمين عنده هواية وموهبة وعنده انترنت فإحنا بنستغلها اللي بعرف يرسم بطور موهبته بالرسم عن طريق مواقع اليوتيوب مواقع مش ضروري يعني يروح يحضر دورات هلأ فعليا إحنا بعسر مش بحاجة إنك تروحي على مكان عشان تطوري حالك انت بتقدري وانت قاعدة في البيت عندك موهبة معينة بتقدري تطوريها عن طريق المواقع الإلكترونية عن طريق اليوتيوب من مواقع تاني مشابهة يعني في كتير عندي مثلا مواقع أو مواضيع لها نفس المشروع يعني مثلا طبخ كتير عندي بس كل واحد إله ميزته مستحيل مشروع يكون طبخ أو مشروع طبختان يكون نفس المحتوى أو نفس المحتوى بالزبط وثقافة العيب كمان حب أن نخرج منها ثقافة إنك مهندس أو أنت صيدة لي تعمل ميكب يعني إنه خلص التوجه أوكي درسنا وتعبنا وأنا بقول لك أنا عملت في الهندسة وعملت في أشياء مش هندسة وحاليا عمالي بحاسة إنه هذا الانستجرام هو الشيء أنا عمالي بشتغل فيه يعني صراحة لما حد يسألني أشي بتشتغلي هلأ أولهم إنستجرام حلو يعني أنا مستمتعة في الإشي اللي بعمله طب لماذا اخترت الإنستجرام بالذات؟ هلا الإنستجرام اخترته بالذات عشان عدة عوامل أول إشي بدي الإشي يكون موثق لو بدي أختار السناب خلال 24 ساعة رح تروح السوري فأنا حابة هذا الإنستجرام يضلي إشي موثق يضلي المشروع موجود بصورة بمحتوى بالإسه ثانيا طريقة العرض للإنستجرام كثير أرتب من الفيسبوك صح إنه الناس أكتر هنا على الفيسبوك بس الإنستجرام التوجه إليه هلأ وأنا يعني عن قراءة أو درسة الموضوع عبل ما أبلج إنه التوجه حاليا للإنستجرام كونه يعرض صور كمان صح وبسهل عنا سنطقة بالضبط بتحبش كتير تقرأ صح وفي يعني دائما في بتم العمل على أيقونات جديدة صح داخل الإنستجرام بتساعد مثلا سعر الإطعة كيف تشتريها وين هي الفيديوهات القصيرة فهيكلها إشياء حلوة صح هل لنا نحكي أكتر إناس عن التخاصصات المهنية وقديش مهمة شوفي هلا التخاصصات المهنية طبعا مهمة بس إحنا عنا هون في البلد بيهملوها بهملوها عشان زي ما قلتلك ثقافة العيب يعني ما بحب إنه الواحد لازم يطلع دكتور مهندس لو معدله بالتسعين إنه يدرس رياضة عيب صح صح بالعكس أنا بشجع على التوجه المهني لكل شباب للي عندهم هواية يعني في مختلف إنه الواحد مجبر ولا الواحد عنده هواية اللي عنده هواية وين مكان رح يبدأ أكيد إحنا دائما نحب نركز على نقطة إنه الواحد يدرس ويدرس أربع سنين وخمسة سنين في الجامعة بس كمان المشاطات اللامنهجية والانخراط في يعني والاهتمام في المواهب تلعب جزء كتير كبير في يعني سقل الشخصية وحتى الإبداع في أمور تاني غير الدراسة فالدراسة مهمة ولكن برضو الجانب التاني كتير مهم نضيف كمان شغلي إنه إنستجرام كمان يعني في أكاونته خصوصي للبزنس خلينا نحكي فهذا كمان ممكن يساعد طب هلأ يعني السؤال مثلا حدا ماذا لا يوجدون موهبة ولكن نتعلم عن اليوتيوب وكان هذا المحتوى ليس كل هذا يعني مثلا حدا عن خصائي التجميل أو كل أمورها تعتمد مثلا على اليوتيوب وكل هذا وكان المحتوى ليس تمام كيف ممكن تطور من حالها على اساس الناس تنجذب إليها ويصير الناس تتابعها وكل هاي الإصاص إنه ما يحكوا إنه شو هذا الإشي اللي بتأذن أو إنه خلص يعني زهقنا من هذا الموضوع هلأ صراحة واجهت هذا الإشي إنه ببعثولي مشاريع الناس ببلشت يعني إنه يعني ثلاث تلف صار عندي متابع صار الناس بيعرفوني من هون ومن هون ببعثولي مشاريع بواجه هاي المشكلة صراحة أنا ببعثيهم مثلا نصائح زي ما حكينا عنا يوتيوب وعننا إنترنت بنقدر نطور حالنا لما يعرف يصور بقدر يحطر فيديوهات تعلموا كيف يصور صح وإن أنت يختار الإضاء الصح الزاوية الصح وأنا حطيت صراحة بساعد قد ما بقدر أنا مش مختصة في الماركتينج ولا مختصة بالتصوير ولا هيك بس أنا بحاول بقدر قداش أنا بعرف معلومات أعطي للناس يعني بقول لهم مثلا زبطي ستورة بنزلهم فيديو معين عندي على الصفحة كيف يصوروا صح يختاروا الإضاءة يختاروا الزاوية بشكل صحيح قد ما أنا بقدر من معلومات بفيدهم مثلا بديلهم على مشروع تاني مشابه لمشروعهم إنه شوفي شو كتبت يعني عادي لو أخدنا من بعض بس إنه أضفنا شخصيتنا في الإشي فإننا بالنهاية إحنا أصلا يعني لما أعمل ميكوب ما هو في ألف حدا ميكوب في العالم صح فبدنا نأخذ من بعض بس كل واحد إلى لمسة المفروض إنها تميز عن التاني فأنا صراحة من ناحيتي لما حدا يجيني مشروع صراحة مش لسه مش بأول أو بداياته أو لسه ساحبة المشروع أو ساحب المشروع لسهاتهم مش واصل لمرحلة منيحة بديلهم على هاي الطرق أو تنصحي مثلا أنت عن جد يعمل صفحة لما يكون جاهز بالضبط أو ممكن يعمل صفحة ويطور عليها وخلينا نشوف التطور هاد أنا مريات ببعطوا لي مشاريع بيكون إلى سنتين ببلش من السنتين بشوف كيف هو تطور كتير بمبسط يعني عن جد في فرق بيكون بالتصوير بالجودة بطريقة العرض فلا كتير حلو بشجوعهم إنه مش الإش بيوم وليلة رح يصير بالنهاية بدهم وقت حتى المشروع يكمل بالضبط، بالضبط تسويق التسويق على الموقع التواصل الاجتماعي هذا حق الجديد وليس كثير مستثمر ومستغل جيدا كما يجب عنا هون في فلسطين فخلينا نحكي عنك إناس أنت شو مستفيدة من كل هذا البروسيس؟ أنا شو مستفيدة على الصعيد المعنوي كثير يعني ما تتخيلي لما أكتب ملخص أو قصة المشروع أو قصة نجاح كيفية الناس تنبسط؟ كيفية تقولي إجاني مثلا من وراكي حدا؟ هذا الأشي المعنوي يعني فعليا هذا الأشي اللي حاليا بستفيد منه بطور حالي بإني بقرأ عمالي كمان وبستفيد أنا شخصيا من مشاريعهم باخد بستنبت أفكار منهم على الصعيد المادي لسه بس أكيد أي حدا بيبدأ بستارتب أو بيبدأ بمشروع أكيد بيوصل لمرحلة إنه بالنهاية يستفيد يعني بالنهاية هذا وقت صحيح و هذا الجهد وأنا عمالي بقرأ لا يعني أنت عم تحفري بمنطقة لسه مش محدة كان قابلك كثير فيها يعني مش موجودة لسه فأنت عم بتأسسي لبتخيل حقل من هون لاشي عشر سنين بفلسطين رح يكون مهم يعني صراحة هذا اللي بطمح فيه يعني أنا أحاب صفحتي تكون مرجع مرجع بالضبط هي الكلمة هاي مرجع لكثير ناس أي مشروع ومرجع للناس ومرجع للناس نفسهم أصحاب المشاريع إنه أنا في يوم من الأيام انكتب علي بمشروع كيف بلشت وشوفوا إساسهم كيف بلشت ولما ينجحوا ويتطوروا بنفس الوقت حاب أني أكون صراحة حدا مؤثر يعني حاب يعني أنا كطموحي أنا كأناس حاب أكون حدا مؤثر إيجابيا في السوشال ميديا بحيث إنه هلأ في كتير مؤثرين بفلسطين بس إنه بمجالات معينة يعني في مجالهم في اختصاصات في الطبخ في الميك أب في الهيك هذا الإشي اللي بميز شوي إنه أنت شاملة أكتر وبتعرضي هذه القصص كمان وهذا يعني الإشي كتير مهم مثل مقالة نادي الماركتنج شوي على يعني أونلاين وسوشال ميديا صعب شوي ومش سهل الناس تثق في حدا بطبخ أو في حدا عنده ملابس أونلاين يعني هذه الثقة أنتك عندك صفحة كيف بنيت هذه الثقة مع الناس الموجودين أو اللي بتابعوا السوشال ميديا ومشاطاء السوشال ميديا خاصة على الإستجرام كيف تنصح الناس كذلك يبنوا يعني أي حدا بده يسوق لمنتجه كيف تنصحي إنه يبني هذه الثقة بينه وبين المستهلك؟ تمام هلا بالنسبة للأستشاقي الأول من السؤال إنه كيف أنا بنات هاي الثقة السراحة أول مشاريع بعرضتهم لمشاريع ناس بعرفهم واسق فيهم يعني صحباتي قريبة ففعليا يعني هدول بكون مجربة وأكد مش راح أعرض إشي أنا مش مجربته أو كمان كنت خلالهم أحكي عن تجربتي الشخصية يعني مع هدول المشاريع بعدين صار يجيني مشاريع كيف تتأكدي ببين ماهو من عندك من الصفحات صفحتهم نفسها تعليقات الناس الصور اللي بنزلوها المحتوى بتأكد الإستيتهم نفسها يعني ومريات كمان برجاء إني أحكي تليفون أو أروح المحل إذا كنت يعني نوعا ما يعني مترددة في الأشي بروح المكان يعني إذا كان قريب عليه ويقدر أو أوصل أو أوصل أو بروح بروح ببكي معهم تليفون يعني الصوت اللي أهم من الكتابة أحيانا ببعطيك فكرة واسعة وكمان المحتوى ماهو ببين يعني محتوى الصفحات الخاصة فيهم يعني بتخيل أنه كمان بدأت مشيتي هالطريق عفوا كمان مرة صعائب شوي ولانك عم تشتغلي فعليا انتي لانك حاب هذا الاشي وفي مردود معنوي عالي بتخيل المصدقية مفتاح مهم جدا بها المرحلة فأكيد رح يجيك بكرا زبون أو حدا صاحب شركة ما بعرف يعني هذول تجار بالنهاية أصحاب المشاريع دائما أو يمكن قلة نظر يعني أحيانا محس أنا إنه مشوعي هو أنجح واحد هو لا فمصدقيتك هون كتير مهمة فكيف بتفكري هيك توازني بين إنه لازم تخدم هذول أصحاب الأعمال ونفس الوقت بدك تحكي الحقيقة للناس هلا باعتمد ما هو برضا مصدقية كتير مهمة يعني كيف بدي أوازن بدي أنا ألمس الإشي أتأكد فعليا إنه هذا الإشي مطابق للعمال بيحكو عمالهم بيحكو في عشان برضا هيك بخلبي مصدقيت إذا أنا حكيت إشي يعني أنا المشاريع اللي بعرضها صراحة بتأكد منها بقالك بنزل لثلاثة سنين لأورا إذا مشروع إلى ثلاثة سنين بتأكد من كل شي كيف تطور المشروع فما بالك إنه مشروع يجيني أو فكرة إشي أعرضها ومش متأكدة من مصداقيتها أكيد هذا رح يشكك فيه كصفحتي رح الناس تتزعزع عنها أكيد أيضا شغلي من خلال تجربتك وعملك في إستجرام وخبرتك ما أكثر الأشياء الناس عم تتوجه لها حاليا بخصوص الماركتينغ هل هو يعني الميكوب أرتست أو الطبيخ أو الأواعي وهل فئتك هي بتكون أكثر إناث أو حتى في شباب ممكن حابين يعرضوا مشاريع شو أكثر الأشياء بتحسي عن جذح الناس بتدخل فيها لا أنا بالعكس أنا متطرقة للشباب كمان والإناث يعني الجهتين حابة ذكور بالإناث يكونوا موجودين على الصفحة عندي بس المشكلة عندنا إنه الإناث أجرأ تمام هنا فعليا أجرأ بأنهم يبتكروا أجرأ بأنهم يبلشوا خطوة جديدة دايما للذكور بخافوا بحب الوظيفة الثابتة الراتب الثابت فبالعكس لا أنا اتجاهي للجنسين وعفوا ما تكملت السؤال؟ شو أكتر الأشياء بتحسيها الناس حابة؟ يعني أكتر القصص بتحسي يعني يعني شو اللي الترندي بالضبط؟ طبخ، الميكوب، الأشياء اليدوية تطريز كثير بيحبوا الناس الحرف يعني الأشياء الخشبية الرسم على المقات وعلى الكاسات يعني كمان بدك لأنه الإنستغرام بده شي مرئي يعني بدك تنتجي بدك تعملي منتج فيزيائي تقدر تشوفي وتحسي وتلمسي بالضبط، عشان كمان طريقة عرض الصور والتغذية كمان الناس الرياضة التغذية كمان بتطرق إليهم كمان بتطرق لناس عمالهم بكتبوا عندهم روايات يعني مش بس يعني على الأشياء الملموسة حلو لا بتطرق عمالي على الناس اللي فكرهم أدبي هنا مثلا فيها يعني حكيت عن واحدة صاحبتي مهندسة اتصالات وعندها كتب يعني نشرة الكتاب وعندها روايات وعندها مدونات فمفق بين الهندسة وشغلها ومفق بين الكتابة فك شامل يعني المشاريع هي شاملة للجميع الأعمار والجميع طب إناس بتفكري يعني قديش صار لك انت في الموضوع هاد؟ إلي بس شهرين هل بتفكري مثلا بعد يعني كذا سنة ويعني صار عندك هذه الخبرة وصار عندك هذول الناس اللي بتابعوك وعدد يعني كبير بتفكري انه تعملي زي ورشات عمل ممكن أو حتى تدريب كيف الواحد يسوق حاله على انترنت بعدما يعني صار عندك هذه الخبرة التراكمية في الموضوع بتفكري في هذا الموضوع قليلا بس انه بديك تنشر الصور على استقراب لا كثير بفكر فيك يعني ضربتي على الوتر الحصاث كثير بفكر فيه بفكر كمان في الدعم المادي للناس اللي عندهم موهبة بس فعلياً مش قادرين يوفروا المواد الخام لصعوبتها أو لغلاءها كمان بفكر بهذا الجانب كثير بفكر كمان نعلم الناس اللي عندهم الموهبة بس مش عارفين يصوروا مثلا أو مش عارفين يسوقوا يعني حابة أعمل زي مكان يعلم الناس كيف يصوقوا كيف يصوروا كيف يعددوا منتجاتهم كيف يطوروا من حالهم حتى أنا بطور من حالي أنا مؤخراً يعني أخذت دورة في مجال إدارة المشاريع حلو ففعلياً أنا كمان عمالي بشتلع حالي على هذا الاشيء يعني بالعكس هذا الشيء من الأهداف اللي أنا حابة أوصل منها إن شاء الله يعني أنت بالنهاية وحطة زي سقف يعني أنت اللي حابة تكون انفلوينسر إن شاء الله مؤثرة فتحسي حالك كمان تحت هالستيريوتايب يعني الانفلوينسر مرات كثير مثلا بعمل دعاية هاشتاج أد صح؟ مضبوط ومرات كثير مثلا مش فلسطيني يعني حتى إحنا هون بفلسطين المؤثرين علينا هن بمحل تاني بالعالم مثلا أو ما بعرف ما بحكوا عربي أو مختلفين صح فنحنا مع الاختلاف ولأن الاختلاف صحي فحكي لنا أكثر يعني لو اليوم تحقق حلمك ومش الحال وإن شاء الله هيك بيكون وابتكون أنت مؤثرة فلسطينية ونحن نفتخل فيك شو رح تفرق عن هالمؤثرين أنا صراحة رح أفرق يعني مثل الانستجرام حالياً اللي بفرق أني عمالي بحكي قصة تلمس الواقع تبعاً أنا صراحة لحالك بالضبط يعني أنا عمالي بحكي قصة بتحفز الناس فأنا من الاشي اللي رح أسوقه يعني أوكي رح أسوقت للشخص أو للمحل بس بالنهاية حفزنا ناس تانيين إنهم يشتغلوا لا يوصلوا لها المرحلة يعني أنا عمالي بحشتغل على شي تحفيزي أكثر من ما هو تسويقي يعني أنا حابة أحفز وأشجع الناس أكثر يعني مما أني أسوق وأكيد يعني بطموح أني أكون حدا مؤثر وأكيد يعني الجانب التسويقي هو مهم على أساس الناس تقدر تصليك وتعرف هذه الأساس الموجودة أخيراً هيك بشكل ملخص الناس نصائح بسيطة للناس اللي عم بيشاهدونا لجميع الشابات والصبايا اللي عندهم شيء وحابين يعملوا منه مشروع خاص إليهم هيك يعني خلينا نحكي ملخص بسيط نصائح بسيطة عن هذا الموضوع بتمنى من كل حدا ما يوقف طموحه بمكان بالعكس يعمل على حاله يطور بحاله دايماً طبعاً أنا ما بدي أنسى أنه في الناس اللي حوالينا هنا اللي بأثروا علينا كمعاً الدعم يعني أنا مثلاً زوجي يعني كان واقف من أول لأول مقرأة طرحت عليه الاقتراح واقف معي بابا أهلي كلهم صاحباتي فالداعم والناس اللي حواليكم هنا برضو اختاروهم صح ما تروحوا عند الناس اللي بيحبتوكم اللي بيقولوا لكم ما في شغل ما في وظيفة أنت مش رح تقدروا هذا كتير نقطة مهمة وكتير أنا بحب أحكي عنها دايماً لا بالعكس روحوا عند الناس تجهوا دايماً خلوا اتجاهكم للناس اللي بيدعموكم حتى لو الأشي بسيط رح يكبر الأشي إذا إحنا مقامنين فيه ومقامنين في قدرتنا وموهبتنا ومنشتغل عليها دايماً رح نكبر ورح نصير إن شاء الله فعلاً هذه الكلمات من حب نختم فيها دائماً كلها طاقة وكلها شغف وحب وإيمان بالذات كذلك وإيمان إنه الواحد بقدر يعمل أي شيء بشيء بسيط وبأشياء بسيطة ودعم الشيء أساسي شكراً إليك إناس تكروري مهندسة ميكاترونيكس طبعاً ميكاترونيكس كتير صعبة شعافك درستيها يا إناس هي سهلة مش سهلة يعني تشبع بين كهرباء وميكانيكا أعتقد وميكانيكو كومبيوتر بس حلوة كتير ممتعة كتير يعني أنا بشجع عليها بس سوق العمل بفلسطين شوي دي بدك تطلع بره صحيح بس مع ذلك تبعاً لازم تشجعوا لأنه إذا مش موجودة بفلسطين معناتها لازم نخلق سوق عمل بالضبط بالضبط وأقول لك هي ممتعة يعني أنا كنت بآخر المراحل فيها اللي هي اللي بتحس إنك سورتي مهندسة كنت مستمتعة في عملية يعني هي فعلياً اللي منها تطلع الاختراعات والمجازات بالضبط هي كتير هندسة حلوة بس زي ما قلنا في مجال البلد هنا ضيقة بس لا أنا شجع عليها صراحة لديها فاصل الفتيات ممكن فتيات مش شجعوا كمان من تدخلوها ولا لا لا تدخيلي هي كتير قريب يعني مش متدخيلي إنه مثلا لا بالعكس هي كتير قريبة حسب طبعاً حسب إتجاه الواحد شكراً كتير إليك إناس تكروري مهندسة وأيضاً رائدة وسيدة أعمال خلينا نقول وإن شاء الله بالمستقبل هيك فلوانسر ومؤثرة خلاصية شكراً على داعمك معنجد شكراً نذهب إذن وإياكم مشاهدينا إلى فاصل قصير وبعدها نكمل مشوارنا وآخر فقراتنا إبقوا معنا